حرق للإطارات ودخان أحاط العملية الديمقراطية في البلاد جماهير الأحزاب المتراجعة على مستوى المقاعد وما نعلنت النتائج النهائية حتى انطلقت أسهم الاعتراض تصعيد لم ترحب به حتى الكتل والأحزاب التي لم تحظى بنتائج مرضية لها وصفة أي عملية للمواجهة والخروج عن إطار القانون قد تعرقل عجلة الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة فالطعون المنصوص عليها قانونيا هي العملية الأنجع لرفع صوت الاعتراض للدخان هذه هي الديمقراطية فيها الخاسر والرابح نتقبل نحن في حركة وعى الوطنية النتائج ونهنئ الفائزين في نفس الوقت نحذر أشد تحذير من التصعيد سواء في تظاهرات حرق وغيرها نؤيد الاعتراض الديمقراطي الأحضاري من دون أي تصعيد والدخول بأنفاق مظلمة تعيد العراق إلى مربعات كانت فيها الدمار هائل والجميع خسرا ردود فعلا مختلفة حاطت أعلان النتائج النهائية وما رفقها من تصعيد واعتراض زعيم التيار الصدري وأكدوا على حقيته في الحصول على الكتلة الأكبر بينما أشار رئيس الوزراء إلى نزهة الانتخابات التي وعد فيها بوقت سابق محذرا من سياسة استخدام الابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس فنتائج تشرين كانت مفاجئة لأحزاب انقلبت عليها بوصلة السياسة هناك اعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون الاعتراض قانوني ويجب أن يعترفوا بنتائجهم يعني معظم المعترضين أهملوا مسألة الرئيس الشارع العراقي التي غيرت تجاه قوى جديدة قوى مدنية قوى وطنية ذات بعد وطني وليس ذات بعد طائفي أو قومي أو عرقي يعني الآن بحدود خمسين مقعد من هذه القوى الجديدة وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح ستؤسس لنواة برلمانية حرة جديدة ترقب حذر لما بعد النتائج واجتماعات عالية المستوى بين مختلف الأحزاب والكتل بهدف الوصول إلى المناصب دون خوض النزاعات والدخول في مؤترك الحصول على المنصب دون النظر إلى الشارع المثقل بالأزمات من بغداد علي أسد الرشيد